موسيقى غاقا ولا غايل? غاقا. غاقا? غاقا هلا وسهلا فيك بودكست على راحتك اليوم بودكست على راحتك. مرسي كثير علا استضافة امين. والا ومارسي لاليك انك قبلت ادغري. والا و. كيفك اليوم? نيحة. وبدألك مبروك. انا بعد ما لحقت احضر حلقة كاملة حضرت هيك شوي من كل حدا ان طلع معك. و الله يوفقك بهايدا الجديدة بحياتك. ولكل حدا بيقول صار فيه مئة بودكاست ومدرشوه. كل واحد بياخد رزقته بهاي الحياتة عن جد برافو يعني في بكل دمان فيه الف حكيم والف مهندس والف ترينر. دافنتلي. والف حطة تليفزيونية بالعكس يعني كل واحد يعمل يلي بيحبه بها الحياتة و الله يوفقك امين شوي شوي اكيد العالم رح تتعود وراح تير تحب اكيد البودكاست مرسي كتير. مرسي مرسي كتير. طيب بدنا نبلش انا وياك بلمحة صغيرة شوية عن يور كارير. اه ما بعرفة دالعالم بيعرفو. بس انت خريجت اوديو فيزيال. مزبوط. اه من جامعة يزاك. صح. وبلشت وقتها برات لبنان? ولا بلبنان كانت اوال جوب افر. انا بلشت بلبنان بس مع تليفزيون عراقه. اوكي. هيك بلشت. عندنا قلت على ون يلي هي الى ام تي في الميوزيكل تابع ام تي في. اه بعدين صرت اشتخل اصص مع ون. تليفزيونية كمان كله لبرة مزبوط. بعدين بلشت اله كانت البطولة العربية بلبنان كانت اول مرة بعمل شي خصو بالباسكت. الى ان سفرت على ابو ضبي ورجعت واضطرت من ورا ظروف عقلية ابقى بلبنان. ورجعت بلشت بهايدا كالسيزن. عملت سيزن قبل وقتها كان كله بس لبنانية. عندنا وقفت وقتها سفرت عبو ضبي وهلاء ارجعت هذه السنة وهلاء هالسنة رحكون كمان. اكيد فرقت عليك كتير بالسيزن. يعني وقتها كانت بس لبنانية. وكله لبنانية. صح. الوضع منه منيح. صح. كم فيه كتير عالم مسافرة ولعيبس ولا اكيد فرقت كتير. اكيد. خاصة الجو الملاعب. اكيد. ما قاله تعمل قيم بلا جمهور. عن جد بلا تعمل. اوكي. اه غير رهجة غير كل شي. وان اكتر شي حصيتي بهايدلت متل بيقولوا تشهد شعر البدن او واو انو شو هالجمهور. ما في اتنين بيختلفوا هيدا شي انو دور بحكم رياضة. ما تش اكيد بيكون فيو حكم رياضة بتكون. مش معقول مش معقول مش معقول شو الشعور. مش معقول. يعني هيدا السري وقتها كنت بغزير ما كان عندي ارسال بالتليفان قد ما في عالم. عن جد شي خلي قلبك يدق ما بعرف شو هالشعور. والطبق الوزمنير وال. اي 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 انا اصلا الباسكت. اه بجملة الفرح. ايه. فبس هيك فتت وقتها عغزير عن جد ما بعرفشو حسينت. ذكرت قصص قديمة وقتها كان صباح بعدهم عالحكمة يعني. فايه. طب لنا نتقل شوي على انت علاقتيك مع الباسكتبول. هلأ. طبنا يفهموا غلط شوي بس فينا نقول وردتيها من ورا الجو العيلة من ورا صباح از بلاير كالععيب لبناني. اه اكيد كنت يتحضري له جيماته كتير. اكيد. اه. لحقت الحكمة ب اه ايامة الحلوة اذا فينا نقول. بعد ايامة حلوة. بوقتها كانت غير بس. هلا اكيد ايامة حلوة والشغل كتير عم بيكون احسن. كفريق كمستوى عم بيقدي احسن بكتير من السنين ازا شفنا قبل والمشاكل اللي قطعوا فيها. حتى امين بالوقتها كان تقطع الحكمة بظروف صعبة يضلوا عطول يفاجئو. يعني عطول الحكمة عن جد فريق بيقطع بيقطع بس عطول بيوجع بيوقف عاجري عطول بيعمل سوربريز للجمهور. كل جمهور بس عمراهن على الاختارة. عطول يعني كل شخص بيلبس جورجي هيدا النادب بحس انه بيكون فيه بقلبه عن جد بيجرب يعطي كل شي عنده لو قد ما كان الفريق عم يقطع بطلعات ونزلات. انت ليه ما كتير فتة بالباسكتبول تكنيكلي. ما اني موهوبة. اردي قلت قبل. بعرف. هاي موهبة عن جد ما عندي ايها. بارك ك.. لاتي اقول تمرين او ككوتشينج و ستوفك فى ما هذا. من هال منحة باركي. فكرت فيها بمحل معيين. بس هلا فتة فيها بمجال الاعلام. لان اعتران مافيك تعرف. حسناً حسناً لأنه لما بيعرف عن جاگا جاگا شخص عنده كتير سقافة في بسكتبول وكتير اي كيو حتى فينا نقول شكراً لأنه لم يكن فيتمايك يمكن كماوي بيس وشغلت أكتر الراس على هالموضوع وغير إنه بتحضري كتير كتير مهمة أكيد أكيد أنت شو علاقتيك بالفتنس تكنيكلي هلا يعني كيف تهتم بجسمك هاليامات أي طرق تستعملي هلا نحنا عنا جيم صباح فتح جيم من زمان حد البيت سو عفكرة صباح إلو إيد بكل شي يعني حتى نحنا عنا مطالي التالي سبار ومنحب نعمل جيم من نحنا وصغار كله من ورا صباحاً جاد إلي فترة هلا مؤثر شوي بالجيم لأني كتير عم يكون عنده شغل وأنا بيتي بي عمشيت وم تي في بنقاش صح سو مشاوير وعمكون شوية تعبانة بس آآ ما في جمعة بتقطع إلا ما بعمل ثلاث مرات أكيد آآ سبار بالجمعة بس بطلت متل قبل ما رح كذب أنا بصير إلو لصباح العمر إلو حقه قال كبرت قبل كنت أطلع قاعد بالجيم ساعتين هلأ خلاص بصير على الساعة عم بتطلع بالقام ما تسأل قدي عمريك؟ أكيد عمري ترانت صاروا ترانت؟ صح بسم الله بايني خمسة وعشرين هيدا كومتليما مفروض مفروض ما أعمل صبار أكيد بتحوصي تحسي في شي غلط حس حالي نصحت هي منتلي يعني هو مكون أنا نصحت خلاص بتحس حالي كيكي بتعملي ردي تفعل شي مثل أنه خلاص توقفي أكل فجأة وكذا بس تحسي حالي كنصحت مني كثير أكيلة من الأساس من الأساس معظم رفيع نحن 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 نحب السكر سكرية وسألو لا مرجع الجيه مشحالي أعلم كيف يكون لا يمكنني أن نفرح وشعوري أنك نفرح صح لا يمكنني أن نفرح لا يمكنني أن نفرح عنده الخمول فينا نقول او بتعدي كتير وكزا وخاصة بتطبيع شغلك وتعليق على طبيع شغلك قدي مزعج التنقل خاصة بس يكون عندي جيمات من الملاعب للملاعب التانية وكزا وانت بعمشي انا لانه بيته بعيد امين هي لو بيته مش بعيد كان مقبول يعني بس لانه بيته بعيد بتعزب شوية عالطريق بس ما علي بتعصب كتير عالطريق لا يا الله اليوم واحد سبلي عالطريقة فكرة بعدين عرفيك ام غير رأيه لا ما عرفني ولا معه خبري سبلي بس لا انا ريئة بالسواقة بسوق بسرعة بس ماني عصاق يعني مش انه ضغري فيك تستفزني يعني وعصب عليك بدي كتير وقتة جن الجن المزبوطة لا تكون تعبت الكباية بس انه بجن فينا نحكي عن مسلا شي اكزامبل شي ستوري او خبرية جنيت فيها لا لا بجارب قد ما في بضبط اعصابي عادة بس اكيد كل واحد يعني عنده هيدا الفصمة ما في حدا يعني قد ما ان كان خلاص بعصيب يعمل الاساس تعمل الاساس جاغا انت تي في انكر فينا شوية نحكي اكتر عن شو دورك على تي في انكر يعني انت شو بتكون مسؤولة العادة شو الرول اللي بتعمليه هلا انا رح أبرك انا شو بعمل هلا انا هلا بنزل على الارد كا ريبورتر على الجيمز بعمل نشرة الاسبار على الاخبار انا وعماد وشربل ونجيب اعي وعندي البودكاست طبعي هلا انا بالثلاثة انا بعمل كنتنت حتى بالاخبار انا بكتوب نشرتي وفي البودكاست كمان انا بحضير هلا انا بقعد على الادتينج كمان بالبودكاست طبعي جارب قد ما فيه شتشد الحلقة ومكتب اوقات تعرف بتطلع شوية طويلة حب السرر ومحس العالم ما الا جلد بس عم تثبت معي اخر فترة عفكرة عم تطلع ساعة وشوي ببعض الاحيان بس اوفر اول بحب انا اعود على الادتينج وشتشد الحلقة وهيك والقنتنت بتعرف انت انا قبل الجيم اكيد لازم حضر والبودكاست بعمل ريسورت عن الجاست يلي مستضيفته وهيك بحلقاتك بالبودكاست هلا اول اول شي مين اكتر شي شجعك غير صباح صراحة بالتي في او فينا نقول حتى اعطوك تبس او شي اعلموك شي معين تو بي باتر بريزنتر لتساي او بودكاستر او شي بشغلك مين حدا نعطاك انطباع فينا نقول تبس لا صراحة من صراحة بس في كتير يعني اول شي بالشغل كتير حمسونة بعدين انا اصحاب مع جاد مبارك مع جادو سو كتعملو لجاد ضايعة تحية لجادو اكيد بحبو كتير رفيقي فكتعم بحكي انا وجادو هيك قلتلو شو اولك ما كتير محمسة ما كنت محمسة ابدا عفكرة قال لي قوعمت عملية وهايدا الشي لقالك وكتير بيلبقلك وبيعرفني لانه كمان وخي قال لي اكيد عملية واصحابي بالشغل واهلي وهيك قلت يلا بس ما اخدت من حدا صراحة انا مشيت متل شخصيتي ومتل الكاركتير طبعي وما غيرت يعني اذا بتلاحز انا كل البودكاست طبعي بيكونوا عفويين صاح بقيت على شخصيتي ومتل ما بطلعت في كل حياتي يعني ضلت جاغا ما تغيرت بشي وحمد الله الناس حبت البودكاست طبعي ومشاريب امين كل حلقة عن حلقة بيقوى الانسان وبيتعلم وبيتطور اكيد طبيعي فما في حدا بيطلع تيفيه يقول لك انا صرت بستايج بالدمان ما بدي حسن شي ما ما في منا هيدا بكل شي بحياتك بضلك طور حاله وضلك مبسوط بالشغل وحابب الشي اللي عم تعمله انا كل حلقة بجاريب كون احسن من اللي قبله بجع بحضر حالي بتقبل نقد اجرية على الارض يعني شو مشكلة النقد مع العالم مسلا عطوك شي مرة هيك نقد حسيت متل انه يهلق لي هيك او ليهلت لي هيك امين في انتقاد بناء وفي انتقاد بلا طعم هيدا بكل الكرة الارضية مش بس بلبنان بكل شي بالحيات وانت بس تصير تحت الضو بدك تتقبل رأي العالم فيك هلا انا ما عندي مشكلة بي ولا انتقاد انا بس ما بحب حدا يحكي شي بالشخصة في ناس كتير قليل بس مسلا بعتت لي رفيقة رفيقة بالضحك تقرأ الكومنتز حشورة كتير لاش بديك فيه ونا نكومنتز قريت حدا انت كتب لي شي شد حناكيك او شي هيك انه كومنت بلا اخلق هيدا انسان قالي الادب تعطيني كومنت عالكونتنت تبعي سألي هيدا شي لما سألت هيدا شي وامين في ناس ما بتعرف انه التصوير منه تسلاية لا منه تسلاية فيه ناس دوع وقت بيمود مع بالو يحكي بتسحب منه الحكي سحب فيه ناس بتجرك بالحديث فيه ناس بطلب منك تقطع شي ترجع بعد الحلقة بكون انا سألته السؤال بس طلع بالو يقطوش الكنتنت وانا ما بقبل اتصرف مع هدا بالطريقة يعني انت اذا طلعت معي وقلت له هيدا البارت سوري مع بالي احكي عنو ضغرب شيلو لانو هيدا بتكون قلة اخلاق انا مستضيفة الشخص مش تازع له انا بدي اي فيلم من الحلقة مبسوط ومعندا مشكلة اقطوش كل شي وانت بتعرف انو انا بحلقاتي ما بتتبع هيدا السيستم تبع السكوبيت و سوبر احترام اكيد في قصص مجبورة احكي عنو ما في مهرب في قصص بتجيب ضيف راحة تراند او فيرل بلاك تسألو عنون بس كلو ضمن حدود وما عندي مشكلة اي حدا ينتقد بس انا ضد هو العالم اللي بيفوتو بالشخصة وبشي بلا طعمة شو بدك صريخي يعني انا هيدا حنكي وهيدا صوتي هيدا الموجود هيدا الموجود هيدا الشي انتي قد بلا طعمة بس انا صدقني عن جه ثلاثة ارباع الناس بعرف صار عندي اناعبة هيدا الشي ثلاثة ارباع الناس بتحبني وبتحترمني وهيدا اهم شي يعني انا الاحترام بالنسبة للي اهم من كل شي اصلا الارقام بتحكي نسبة الافيورز نسبة السكرايبرز وانا عن جد امين في كتير عالم صرت اصحاب معن في كتير عالم بيحكوني بتشاور انا وياهن عن البودكاست بعتبرون اصحابي تتفاعل كتير يعني مع الجمهور اكيد 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 مانو طاير عقلي من راسي ابدا بس عم قل لك الناس اللي بتقلل اخلاق وبتفوت بالشخصة هن بيكونوا نسبة لاخلاق اكيد بتفكري شي مرتين مسلا تروحي على محلات معينين ببليك او مش كتير نسبة انو عنديك جمهوريك وعنديك الناس لا 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 بتحسي في شي نار لسلا بتوعي بتقولي انو في اليوم مع الجليل لا لا مش هالاد لا لا هلا انا بطبع مش تير بظهر بس ستكون تعريف اوكي مش تير بروحة مطاعم يعني بينص الجمع وهيك اكتر بالبيت او اكد بالبيت ناتفليكس انتشيل ايه خون بخلصة شغل ما كتير بظهر يعني قلي فترة عن جد قلي فترة كتير مخففة يعني مش كتير بظهر عم وطاعم وهيك خصوصي بالليل الاوات بحب اتغدى باخد برايك من التيفي بنزل بتغدى بس بالليل ما كتير بظهر سوا عادة لا هيدا طبعي ما خاص انو الناس تعرفني او لا لانو ما حدا بيلو فيي يعني مش هالاد بس انو ما كتير بحب اظهر هلا في ناس بيلا فيك ايه بس مش لدرجة انو مش مسي يعني بيفوت عالسوبر ماركت ما في يمشي مش لهالدرجة بس انو ماش هالحال اد ما انكن يحب الناس و الناس كتير بتحبك يعني التفاعل اصلا بفرجة ايه شي و اكيد عندي كاركتر كتير كيف اتنا مقول رايقة و نعمة هادا الشي بعتاك كتير بيأسر على الناس مع عول شوفك برات الباسكتبول مع عول توسع شوية رح قل لك شو انا عطول بعمل قصص قبار يعني ولا مرا شتغالت شغل واحد هيديك سينكت عم بشتغل مع تليفزيون عراقي خلصنا السيزن وهنا رجعوا على عراق و انا ما فينا روحوا اجي مستحيل سباشالي انو بالويك اند رح يكون فيه جيمز هلأ رح اشتغل مع تليفزيون مصري من لبنان بالرامج طباحي ما بيأسر على شغلة لا على الاخبار ولا على اي شي رح اعملو هيدا السنة فاكتر من هولي مش ممكن يعني عندي ستة شهور نوي فكر اعمل شي تاني غير هولي رح يكون عندي شي الصبح كتير بكير من 8 للعشرة مرتين او 3 مرات بالجمعة مع هيدا التليفزيون مصري وعندي شغلة بس كيف بتصير بتصورة من لبنان وتبعتين لهم؟ هي حظة حلو انو استأجروا استيديو بي ام تي في صور حيكون تصوير استيديو بي ام تي في ولا انو حظة حلو قبل ما كان حظة حلو امين ركبي تبازل لحالة ايه ليه ما كان حظيك حلو ايه قبل ما كنت بحظوزة هلأ بعتبر ما عم بفهم بلا كأنو واحد لا يقول هيك كان يصير معي قصص غريبة اوكي بس هم بجت فيه سيارتي بصص تير تير غريبة والله بجت سيارة بجت بجت عن جد اوكي شو السبب هيدا سيارة واو اف فحمت ايه كنت فيها اوه يعني والله عن جد ما كنت محظوزة بس هلأ غيرت الموطاليتاتها باعي مؤخرا الحمد الله عالسلامة فحمت والله وكنت فيها ام 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 سملتها حديث لا قصة طويلة كانت سيارة بالجاراج وبلشت تدخن انا وزيقتها وايك وزارت بجت يعني انا وفيها مبدئيا بس انو زمتنا الحمد الله عالسلامة ان شاء الخبري اللي فيه قوله تعلمته من هول القصص هيدا من سنتين ونص تقريبا اوكي بس اللي تعلمته من هول القصص انو قبل ما سوقتها بجت سيارتي انا بلاحظ وحظ مدرشوه وهول الحكي الناجتف بعدين تعلمت انو اذا من غير الموطاليتات تابعنا ونصير نفكر بطريقة ايجابية كل شي حلو بيجل عنا صح يؤتركت وط يؤر حتى فزيكلي اذا فينا نقول ومنتلي يلبيه احسن بكتير اذا انت بتضل او انت بتضلت تطلعي على الامور الناجتف او الغير ايجابية بتسير بتقدي لها ديبراشن بتقدي لها فرستريشن عصبية انجزيتي كذا صح في كتير ناس بلبنين تخذوا يتعصاب بتماسي او الغير او الغير او الغير او الغير او colds هنحط على جنب. ما فيك تحطى عجنب. هي هالفكرة. ما هو موضوع كتير طويل ما كتير بدي فوتبال تفاصيل و أقريباً بدنا نجيب حداً مختص لنحكي بهايك أصاص. بدي أعمل شوية حلقات تكون إدوكيتف فينا نقول. مع ناس مختصين بضمان معين لنجعل العالم تستفيد. الشي الأكيد أمين أنه السبار بارت كتير مهم من حياة كل شخص. هلأ ما بدنا ننظر في ناس أطعب ظروف كتير صعبة وما حدا بياخد أدوية عصاب بدون سبب. في ناس بتكون أضعف من ناس بالشخصية ناس خافة في الإيمان عندها. ما بدنا نحكي عن الأسباب. ما منخلص. هي مشكلة إذا كان عنا مستوى عالي. يعني الشعب تعبين. هيدا اللي عم جرب ضويع. بس أنا بقول لكل شخص تعبين وزعرين. آآ يصلي عن جد الصلاة بيرفع على البلا. الصلاة 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 عطول ونجرب قدمة فينا في قصص السبار بيفش الخلق. كتير. قدمة الإنسان يروح صوب هولي القصص. صوب الصلاة صوب السبار صوبي. حي الله سبار ما ضروري باسكت هلا أنا لو كتير بحب الباسكت. قلوا نروحوا لعبوا باسكت في ناس مانا موهوبة يحضروا تسقفوا عملوا ترينرز ما بعرف. يعملوا حي الله شي بالحياة. يعملوا حي الله شي. تحرك. جاربوا قدمة في كنت بعضو عن الأدوية وعن كل هولي القصص. احموا حالكم. احتموا بحالكم. ويحكموا مع عهليه ويكون عندهم الاهل. اهل انظروا كتير كبير بيهولي القصص امين. كان في قليك صور على الانستغرام مع كي دي. ومع لعيبة انبي اي. كيف كانت هاي الاكسبرينس و ادي قعدتي وشو صار معيك بامريكا. انا رحت احضر جيم. ما كنت بعرف ان هون رح يكونوا هونيك. يعني ساقة بت. ايجا كي دي تصورت معه بس انه ما حكيت معه. ما بعرف لالعالم فكرة انه قعدنا شربنا كافية اوشي لا اه. بحضر انبي اي اكيد. اي بحضر. من اي فريب شهجعي. لبران. شو ما. لبران. اه. لبران. شو ما. لبران. اه. لبران. شو ما. لبران. اه قلت باركي. قلت باركي انه لبران عالليكر صرت حب الليكرز. وين ما يروح لبران انا بروح. اوكي. ما في فريق لكان. هي لبران وفقط لبران لغير. فقط لبران. طيب. في مشاريع جديدة عم تحضري له. والله ما بديك تفضح يا عمون. لا لا. اه صراحة ماني ملحقة عشي. هلأ في فكرة عم بشتغل عليها بس ما فينا اقولها مش كرمال التيفي يعني. لانه عرضتها على التيفي بدي شوف اذا بتثبات. شي كرمال الجمهور. شي كتير حلو للجمهور. برنامج. انه بدي الجمهور يكون بشي. اوكي. ان شاء الله يا رب بتزبط. اه بس ما رح تكون لايف او شي بدي وقتها لانه انا وقت كتير عم بيكون ضيق. بدي اجرب صورة يعني تكون مسورة. بركة ست سبع حلقات او شي عم نفكر بشي كتير حلو للجمهور عن جد. ازا زبطت عانيت الله وازا ما زبطت نجع بنعملها بعدين يعني. بس انه بتكون حلوة هيدي السنة للجمهور. هلأ السنة كل الجمهور محمسة. انا اي كان نوت ويت. مان مصدقى يجي ايتين اكتوبر. تنرجع ع الملعب عن جد. بده طولة ع السنة. الفرق حلوين كتير. كلهم. من دون استثناء حتى صغار الفرق او الاقل اه من اشتغلوا كتير على طبعون. اكيد. خد اجانب وهيك. كلهم بيفرق السنة. صح. بده طولة. يعطيك العافية. مع مين بشو? بالباسكت. بالباسكت. اه انا ربيت على بحضر الحكمة. بعدين دربت كزا سنة بالرياضة. وصرت لعب مع الرياضة. وبعدين وقفت باسكت. فتع الجامعة. بس انا سألتك مين بتشجع. ما بشجع. ما بشجع. ما. ما. امين? هم. ابدا. مستحيل ما بقدر. ايه ما بقدر. ايه ما بقدر. ليش? بعمليك في في عندي حب لالفريقين بالتحديد. اه بتحب الحكمة ورياضة نينار. ايه ايه ما بقدر فريق. بحب هذا الفريق. بحب هذا الفريق. وهلا اخر كم سنة كتعم بحضر بيروت عم بحب الفريق طبعا بقصص. ايه بتحب الباسكت. ايه كتير بحب الباسكت. ان جنرال. ان جنرال ايه. نو ام ام دا ام دا قاي اللي بيحب السبور ان جنرال يعني. و ما بعرف ازا حد تحكي ولا لا. بس لأ اخدت انا دور الا. ما بعرف ايه. الابنا حسيت. وعن بربوترك ولفكك. ليش? قل لي انا مستضيفيك ما خستك. لا عادي ما بيأسر ما بيأسر. عم بيواجعي كتير عنديك مشاكل انا مش هلقد سيجعلي. بس لازم بنتبه شوية ع رقبتي وعى ضهري والسوية اوقات بتديق نسو. ايام مشبورة ريح. ونص وتكون وهاك. عندي شوية مشاكل بضهري ورقبتي بس انو بينحلو يعني. فيه غير اصابات? غير معاورة? لا. مفكرة. وهي ده البارت من هون وتلوعتها. كتير منيح. الحمد لله. ما كاسرة ايد ما كاسرة اجر. ما صعير معك اكسيدنس او. اه لا. شي متل السيارة بجيت مصرون. ها هي. بجيت فيه السيارة. غريبة. يعني حظيك صار منيح. بس غيرت الموطلية تبعي صرت كل شي تغير بحياتي. جربتش في مرة تعملي يوغا او شي من هنا. لا. ما كتير. بس اه عم قل لك شو اشتغلت عقصص مانتلي. بحياتي. شو الطرق اللي قدرت تستعمليها لطوري حالك مانتلي لطسي. صراحة في كتب ريتون. هلأ رح أبعط لك فيديو لأوبرا وينفري. انا كتير مؤثرة فيها. وصار بيصير معك قصص بحياتك امين بتغييرك. هلا انا مش قمنا تغيرت اه بيضل الانسان عنده شخصيته بس جربت تغير قصص متل هيدي الشغلة انه الواحد ما يجسب كل شي ناجاتف بحياته ويضل ينق ويضل يقول ما عندي حظ. انا عن جد كانت هي مسحة بس صارت صار عن جد ما يكون عندي حظ بشي بقى. كنت امزحة. انا ما عندي حظ وما في شي بيزبط معي. بعدين طلعت انه كل شي بيزبط معي مش ما زبوت. وكل شي بيصير معك بحياتك بيكون في منه بارت منيح. اكيد. في شق ايجابة بكل شي. وما رح كذب عليك امين موت تخي كتير غيرت قصص في يعني بتغير كتير كتير قصص حتى بيشغلك. للمنيح? اكيد. مش للعاطل. اه بزعل شي كتير عاطل. بس المايند ست بيصير عندك عن ما كان قبل ما تخسر شخص. لانو ما بتكون ابدا حاسي بهايدا الحساب. بتصير فجأة. ايه. حتى قصص بشغلة امين كتير تغير كل شي كل شي براسة. بشغلة مع اصحابي. بالحياة. كل شي بكل شي تغيرت. حسيت شي بالشوك. ما رح كذب عليك وقل لك انو وقتها صارت القصة. اه بطل عبالة اشتغل بطل عبالة اعمل شي يعني قطعت ثلاثة شهور. اه بالبيت. وما ما كان بدي اشتغل بقى. وانو انا كتير بحب شغلة وبحب التيفي وهيك. حسيت انو مع بالي بقى. كان بديك وقت لحالك. ايه مع بالي انو اطلع على التيفي واتحك وهيك مني بهيدا المود. بعدين بهول ثلاثة شهور كتير شتغلت عحالي. وفكرت بكل شي ايجابة. وانا عطول بقول انو انا عندي ملاك بالسمى. عندي ملاك. يعني بس اجت ازعل بحس حدا ده فشنة انو ما في شي بيحرس كون زعلانة لقلو. وقدما هلأ فوت ديب واحكي. يمكن الناس ما رح تفهم الا اللي خسر حدا بعيلته رح يفهم انا شو عمقول. فعند ملاك بالسمى حدي عطول وهو جبل الفرحة والبيس ع حياتي يعني انا. كل مرة بيقولولي اصحابي انت كيف صايرة هيك. انو كتير رواء. انا قبل كتعصب بسا عالشغل وما خلصت الحلقة ومدرش وصاروا. قالوا لي بيداين تسكتة هلأ بيسكروا العالم ما كف ضل عطلانة هام ومدرشوه. ما هلأ عن جد امين ما في شي بيأثر فيه. ما في شي. عندي بابل عايشة فيها. بقول انو كل شي لخيري الله رح يكتب لي اياه. وماني معلقة بولا شي سطحة بها الحياة لانو حتى شغلة باعتبره ايام شي سطحة. شغلة اللي بموت فيه اذا خسرته ما رح يكون عم بزعل. لانو باعتقد انو هاي دي ما شئت الله. الله بدو ايانا اعمل هيك. الله ما بدو ايانا اعمل هيك. وبكل شي بس ما تخيز زادة ايمانة مخف. انت عم تقل لي بتحس بديك تخسر الحياة بالعكس. زاد ايمانة وبشكر الله عكل شي وعطول بقول شو ما بدو الله اني اعمل بها الحياة رح امشي حسب ما شئته. او شو ما صار. صراحة. لقلتي كتير حلو. آآ يا رات يكون اللي عم بيحضرها الحلقة واللي خسر حدا يكون تعلم هيدا المايندسات او آآ. كل حدا خسر حدا. باللي عم نحكي فيه بمحلات. بيتغير شي فيه. امين انا اكيد. انا. في صراحة targeting تير حلو. وآآ ان شاء الله يكون عم بيعطي شوية آآ آآ امل للناس اللي حاسة حالا با ضيئة او بديبرشن او اي نوع من الاحباط آآ آآ ا especialmente هالقيامات. انا بحس انه كل واحد في شو مزعلوا يخلص الزعل طبعه. يعني مش غلط الواحد. نحنا كمان هون عنا مطالبتي غلط انه ما منحكي لأ زعليني لازم مع طول باين قوي. لا مش غلط؟ ويمكن عرجال اكتر من نسوان هلأ احنا عم نحكي بالهوى في ناس قطع بقصص كتير صعبة امين قصص فينانشيلي في ناس ما عم تلاقي شغال وضع بلبنان بس كمان كلنا عنا ناس برات لبنان ايه مضبوط ومنهم كمان هالقد مبسوطين انه في مشاكل بره مش انه الجنة بره مش قصة مشاكل امين انا عشت بره وبيقلك انه العيشة بلبنان ما في شي متل العيشة بلبنان في الا طابع خاص ايه حد اهلك وحد اصحابك وحياتك ما النهينة نهينك رح تقعدت بامريكا فترة ريت ايه بس ما طولت انا اشتغلت بابو دبي اكتر 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 بالخليج اكتر ايه بس انه مبسطت كتير بالشغل ايه جماعة كتير واكسبريانس بحملة معي كل حياتي بس انه ما بقلك كنت ميتة ارجع بس وصلت على البيت بابا اعرف كيف عن جد خلص واحد يكون قاعد مع اهله الى طعم خاص ان شاء الله خير ان شاء الله البنان يصير احسن كتير ان شاء الله وعلى يد الناس بيعتقد مثلك ومتل جد ومتل حيالله انا اقول اعلامي اذا بدك اكيد افارجونا هيدا الشي افارجونا رياضة فارجونا علامي فارجونا صافي هلا باخر الحلقة نحن عطول كل ضيف عم نعمل له جاز صغير عم نعمل له تي شرت سبشيلي ديزايند لألو او لألو شكرا شكرا هذا هو تي شرت شكرا افارجيك هاي من قدام شو حلوة انا كل يوم بلبوثيك عفكرا اوبرسايز جربنا خليها تكون تشبهيك قدمة فينا وهاي من ورا كتير حلوة كتير 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 هيدا شو اه واو فيهاي هون مرسي كتير لازم نارم في هون كمال حالسان جي وطا جي وطا شكرا لك عن رد مرسي كتير ولو ام فكرني ناصحة لا افارسايز لا لا بس بتصدق بتصدق وقفنا شي دقيقتين هيك عم طلع بعض انا ويا اس لأ ام هي ما بتحب تلبس دي لا ما بتحب تلبس دي لا ما بتحب تلبس دي برافو يا امين والله منك قليل ما كتير هل تبع نيلا وبتحب الاسود واما لون مرسي كتير ان شاء الله تحتكون حباتيها وازالبستيها مانشن البودكاست بليز اكيد رح ألبسها عاشي جيم تانكيو فيري ماتش لعنيك جيتي وكانت البودكاست رائعة وانت شخص بعقيد وخليكي قوية وخليكي مكملة باللي عم تعمليه كتير بي لبقلي كل اللي عم بلولي كيه مزبوط مرسي كتير شوفكم مرتجيه